احنا هنبدأ بقى النهاردة كلامنا عن الجانب الآخر من أمراض القلب وهنبدأ مباشرة عن أمراض سمامات القلب أنواع هذه الأمراض ايه أسبابها بتتشخص ازاي طرق الوقاية والعلاج منها وما إلى ذلك ده موضوع مهم جدا يعني احنا يمكن من 30 سنة أو أكتر في مصر كان الحقيقة نمط أمراض القلب كان مختلف عن النمط دلوقتي كنا زمان لما بندخل عمبر أي مستشفى كبيرة سواء كان مستشفى جامعي أو مستشفى حكومي كان أغلب المرضى اللي بنشوفهم كان مرضى الصمامات نتيجة الحمى الروماتيزمية كانت منتشرة جدا في وقتها معدل إصابة بالتهاب الحل كان عالي جدا وما كانش بيتم علاجه وده المسبب الرئيسي للحمى الروماتيزمية وبالتالي كانت أمراض الصمامات في مصر كانت منتشرة جدا وكان معظم المرضى زي ما بقول كان في وقتها من 30-40 سنة دلوقتي النمط اختلف بقينا بنتكلم على أن المعدل الإصابة بأمراض الصمامات قل الحمى الروماتيزمية قلت في المقابل أمراض الشرعين التاجي زادت فبقينا نشوف دلوقتي شكل مختلف لمستشفىات أمراض القلب في مصر أمراض الصمامات زي ما قلت لحضرتك كتير لكن أهمها وأشهرها هو أمراض الالتهاب الروماتيزمي نتيجة الحمى الروماتيزمية الحمى الروماتيزمية دي معروف أنها نتيجة الميكروب السباحي بيصيب بالحلق بيعمل التهاب وبعين بيعمل رياكشن أو تداخل مع أنسجة القلب فبيبتدي يصيب بالزات سمامات القلب عشان كده دايما ننادي إحنا بقى في تخصصنا في طب أمراض الأطفال بنناشد الأهالي بالاهتمام بعلاج التهابات الحلق عند أطفالهم وعدم إهمل بالزبط كده وهو ده فعلاً اللي أدى إلى تراجع معدل الإصابة بالسمامات الحلق كنا زي ما نسمع روماتيزم القلب روماتيزم القلب روماتيزم القلب الحقيقة قال في مصر نتيجة أن الأهل اللي بقى عندهم وعي الطفل اللي ما بيجيله أي لواز التهاب في اللواز أو التهاب في الحلق على فكرة شيل اللواز برضو لا يغني عن أنه ممكن يجيله برضو إصابة في الحلق وبالتالي برضو لكن لو كانت متكررة لازم تتشال الإصابة بقى بالتهابات اللواز نتيجة الميكروب السباحي ده فالأهل دلوقتي بياخدوا الطفل على طول لأقرب دكتور بيكشف عليه بيشك أنه عنده التهاب السباحي ده ممكن ياخد مسحة وممكن ما ياخدش وبيدي المضاد الحيوي اللازم غالبا بيبقى بنسلن أدوية متوفرة بتقضي تماما على الميكروب السباحي وبالتالي معدل إصابة بيقل وده من ناحية التوعية بالنسبة لأمراض الصمامات ممكن يصيب بقى الصمام لو الميكروب ده ما قدش العلاج في الوقت المناسب ممكن يصيب الصمام سواء المترالي أو الأورتي لأنه نحن عندنا دول أشهر صمامين بيصابه ممكن الصمام يعيما يجيله ضيق في الصمام أو ارتجاع المشاكل طبعا أن الطفل يبتدي يحس بالأعراض يعني ممكن نقول في سن 15-20 سنة يبتدي بقى ينهج ممكن يبتدي يحصل فيه كحة إصابة متكررة بالأدوار الشعب النزلات الشعبية فيه أدوار متقدمة طبعا ممكن يحصل فيه تورم في القدمين أو في الرجلين كل دي بتدينا انطباع أن فيه مشكلة في صمامات القلب ممكن يحسب يعني رفة أو زبزبة أو الأكرو ساعتها الطبيب على طول بيعمل أشهر نوع وأهم نوع اللي هو الموجات الصوتية فحص الموجات الصوتية بالنسبة للقلب اللي هو الأكرو بيبين بقى مدى الإصابة في الصمامات لأنه برضو احنا عايزين ننبه أن درجات الإصابة مختلفة ممكن يبقى واحد عنده إصابة بسيطة جدا ويعيش بيها حياته طبيعة ويلعب رياضة بالذات احنا برضو في حاجة بتتدخل معنا في التشخيص يقول لك ده عنده ارتخاء في الصمام ارتخاء الصمام ده عيب خلقي مش نتيجة الحمى الرماتزمية وما يسببش مشكلة في القلب والبنت ممكن تتجوز وتحمل عادي خالص والولد ممكن يمارس رياضة مفيش مشكلة في ارتخاء الصمام لكن التهابت الصمام من نتيجة الحمى الرماتزمية لا ده بيبقى فيه تلايف في الصمام فممكن يحصل فيه إما ارتجاعي إما ديق ديق الصمام الحقيقة بياخد وقت عبل ما بيحصل بتبتدي الأعراض الدكتور طالما شخص الحالة بيبتدي بفكر بقى في العلاج ممكن علاج دوائي وممكن علاج عن طريق الأسطرة إن بنخش نوسع الصمام الدائع ده أو علاج جراحي الجراحة برضو تقدمت جدا ممكن إصلاح لهذا الصمام من غير ما نشيله من غير ما نغيره أو في بعض الأحيان لابد الجراح بيتدخل إنه هو يغير الصمام ترجمة نانسي قنقر